ونبدأ الرادار من التطورات الميدانية لأزمة أوكرانيا إذ أفد حاكم مدينة بيجورود الروسية فيتشيسلاف غلاككوف بإصابة شخصين من جراء وقوع 16 انفجارا في المدينة والتي تبعد نحو 50 كم عن الحدود الأوكرانية وكانت وسائل إعلام روسية أوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني استهدف مقاطعة بيجورود مشيرة إلى اندلاع حريق في محطة طاقة بعد الهجوم ويأتي ذلك غدات هجوم استهدف مركزا عسكريا في المنطقة أودى بحياة 11 شخصا في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ثلاثة مدافع هاوتز بمنطقة خاركيف شرق أوكرانيا إضافة إلى القضاء على حوالي 50 عسكريا واستهدف منشأة الإدارة العسكرية وأنظمة الطاقة الأوكرانية كما أفادت الوزارة بتصدي قواتها لمحاولات للجيش الأوكراني لتقدم باتجاه مناطق دونيتسك شرقية البلاد وكذلك خيرسون وميكولاييفا في الجنوب للمزيد ينضم إلينا من الحدود البولندية الأوكرانية موفدنا إلى هناك عبدالله أبو هلالة عبدالله مرحبا بك معنا إذن الأمور إلى مزيد من التصعيد من الجانبين على ما يبدو في معاركة بشرق والجنوب الأوكراني كيف يتم رصدها وينعكس هذا أيضا ربما على حركة المدنيين باتجاه بولندا نعم إبان في الواقع حتى هذه اللحظة الحركة تسير بشكل طبيعي في جميع المعابر الحدودية البولندية مع الجانب الأوكراني لكن كان هناك تطورات ميدانية جديدة في جبهات القتال داخل الأراضي الأوكرانية حيث أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن استمرار القتال في عدة جبهات في منطقة دونباس وفي خاركيف وزاباروجيا وأيضا في دونتيسك بالتحديد في جبهة باخموت حيث قالت وزارة الدفاع أنه تم إرسال تعزيزات عسكرية إضافية للقوات الأوكرانية المتواجدة هناك وتم رصد عدد من الفيديوهات لنشر القوات الأوكرانية أو إرسال القوات الأوكرانية لأرتال من الدبابات وأيضا المدفعية الثقيلة وهو يدل على حدة المعارك الجارية هناك ومحاولة كييف استعادت أكبر قدر من المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية في تلك الجبهة أيضا في جبهة زاباروجيا كان هناك اليوم قصف عنيف وفقا للحاكم العسكري لمنطقة زاباروجيا قال أن روسيا استهدفت عدد من المنشآت الحيوية والطاقة في المدينة بصواريخ S300 أطلقتها القوات الروسية وما أدى إلى تدمير منشآة حيوية للطاقة وأيضا سقط أحد الصواريخ على مدرسة تابعة للمنطقة هناك ما أدى إلى الحق أضرار جسيمة فيها على صعيد آخر كان هناك أيضا تقارير إعلامية أوكرانية نشرتها وسائل إعلام أوكرانية لكن حتى هذه اللحظة لم تؤكد السلطات الأوكرانية بذلك واستهداف محيط مطار بيليغرود المنطقة التي تبعد نحو 50 كم عن الحدود الأوكرانية بعدد من الصواريخ ووفقا لتلك التقارير تم استهداف منظومات دفاع جوي روسي كانت نشرت في تلك المنطقة لكن حتى هذه اللحظة لم تؤكد وزارة الدفاع الأوكرانية أو السلطات الأوكرانية قيامها بتنفيذ تلك الهجمات نعم إذن شكرا جزيلا لك من الحدود البولندي الأوكرانية مفدنا إلى هناك عبد الله أبو أهلالا